حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد حدثنا رجل سماه حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري حدثنا عيسى بن جارية عن جبير بن عبد الله عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عملت الليلة عملا قال ما هو قال نسوة معي في الدار قلن لي أنك تقرأ ولا نقرأ فصل بنا فصليت ثمانيا والوتر قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأينا أن سكوته رضا بما كان حدثنا عبد الله حدثنا حجاج بن يوسف حدثنا شبابة عن شعبة عن الأعمشي عن أبي سفيانة عن جابر عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كواه ترجمة نانسي قنقر